تبر وبكل موضوعية بش نقولها وبغض النظر عن الخلفية السياسية رئينا ننتميلها وبغض النظر عن موقف من سيد قيس سعيد أن العهدة التي مر بها قيس سعيد هي عهدة معناتها إذا يمكن تلخيصها في مصطلح وحيد وهو الفشل. خمس سنوات سيد قيس سعيد على رأس الدولة التونسية منهم ثلاث سنوات حكم فردي مطلق قام فيه بعملية بناء سياسي من تأسيس لدستور ولي معناتها غرفتين تشريعيتين دير. نحب نسألنا الغرفة ثانية ويني ملي تشكلت ما سمعنا لها حتى أخبار. من معناتها بناء قاعد ومحليات ومجالس جهوية وأقاليم إلى مشروع الشركات الأهلية اللي ما شفنا يظل إلى حد الآن. حتى مثال لشركة أهلية ناجحة ساهمت في النمو الاقتصادي. إلى الصلح الجزائي اللي إلى حدود سنة 2023 المبارغ المجمع لنتتجاوز 35 مليون دينار في حين السقف المرجو أعلى من ذلك بكثير. إلى مدينة الأغالبة بالقيروان اللي تقريبا مزال ما تعمل منها حتى شيء. إلى القطار السريع الذي سيربط الشمال بالجنوب.